السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب هذه الكلمات سأبثها لك الآن لطرد طاقتك السلبية وعلاج الفشل بإذن الله الحقيقة حياتنا التي نعيشها أخي الحبيب تعتمد على نظرتك للأمور وهذه حقيقة علمية نظرتك للأمور تحدد رزقك وتحدد سعادتك في بيتك وتحدد حسب آخر دراسة علمية قوة النظام المناعي لديك ضد الأمراض إذن النظرة السلبية المتشائمة تغلفك بجدار صلب من الطاقة السلبية والطاقة هنا يعني رجاء أن نحب أن نوضح مفهوم الطاقة الطاقة هنا هو رمز ولا علاقة له بالطاقة بالمفهوم الفيزيائي يعني الطاقة هنا الطاقة السلبية هي مجموعة من المشاعر والعواطف والأحاسيس والأفكار ولا نعني الطاقة هنا يعني بالمفهوم الفيزيائي الذي نعرفه يعني الكون فيه المادة والطاقة والمادة المظلمة والطاقة المظلمة هذا مفهوم آخر مختلف نحن نتحدث هنا عن طاقة سلبية ناتجة عن الأفكار التي تفكر بها الوساوس الموجودة في رأسك نظرتك للأمور من حولك يعني هناك إنسان تقول له مثلا خسرت مليون فلا يبال يتابع عمله وهناك إنسان إذا شعر أنه سيخسر يعني القليل جدا ينهر هذا هو الفرق الإنسان الناجح دائما تجد أنه مغمور بالطاقة الإيجابية طيب لنفرض أنني الآن أنا أعاني من هذه الطاقة السلبية والأفكار المتشائمة فهي تسيطر علي ولا أستطيع التخلص منها القضية بسيطة جدا غير نظرتك للأمور القرآن الكريم والسنة المطهرة فيها أقوى التعاليم لتحقيق ذلك يعني سأعطيك آية رائعة جدا أنا أستشهد بها غالبا تشعرك بالراحة النفسية وتتبدل الطاقة من سلبية إلى إيجابية يعني بدلا من الإحباط والخمول الذي أنت فيه الآن بعد هذه الآية ستجد كمية من النشاط كمية من التفاؤل انظر معي أخي الحبيب أنا أحدثك الآن وأنت تعاني من مشاكل كثيرة جدا تحيط بك هنا يجب أن تركز معي قليلا لكي تستفيد من هذه الآية وتتصور أن الله قريب منك وهو قريب طبعا لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قريب مني ومنك ويعلم كل شيء هذا الإله العظيم يجب أن تتصور بل تستيقن أنه قريب منك ويخاطبك الآن يقول لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إله أنا أريدك أن تصل لهذه الحالة لأنك إذا قرأت هذه الآية وكأنها آية موجودة هكذا لا تعنيك موجودة في القرآن منذ 1400 سنة والكل يقرؤها لن تستفيد شيئا يجب أن تعتقد أن الله يخاطبك ويقول لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه يعني الله عز وجل يقول لك هذه المشاكل التي تعاني منها وهذه الأحزان التي أنت فيها كل هذا حدث بأمر الله وإن يمسسك من الله طيب كيف وإن يمسسك الله بضر ما على علم أنني أنا الذي أخطأت وأنا الذي ارتكبت هذه الأخطاء وأنا الذي قصرت في حل هذه المشكلة كل شيء في الكون لا يتم إلا بأمر الله هذا الاعتقاد أنا يريحني كثيرا ينزع عني المسؤولية الكبيرة التي وقعت علي كأمثال الجبال أحملها نتيجة إحساسي أنني أنا المسؤول الله هنا بكل بساطة يزيل عنك هذه المسؤول يقول لك وإن يمسسك الله لاحظت أخي الحبيب الله هو الذي أراد هذا الأمر وبما أن الله هو الذي أراد هذا الأمر فهناك حكمة إذن أنا لا أحزن وبما أنني سلمت الأمر لله فلا كاشف له إلاه إذن أنا أنتظر حتى تحل هذه المشكلة أو تعالج هذه المشكلة أو أشفى من هذا المرض أو إلى آخره إذن هذا الأمر بيد الله طيب أنا اكتسب الطاقة سلبية بسبب أنني أسعى باتجاه الرزق أو أسعى باتجاه تخلص من مشكلة معينة هناك خير لا يصلني أسعى باتجاه هذا الخير ولا أحصل عليه هنا يجب أن تتوقف وتكمل الآية تستيقن أن الله قريب جدا منك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أقرب إليك من نفسك يقول لك وإن يريدك بخير طيب من الذي يريدني؟ الله إذن أنا لماذا ألهث في الحصول على هذا الخير والخير موجود عند الله وهو الذي أراده لي وإن يريدك هو سبحانه وتعالى وإن يريدك بخير فلا رد لفضلي أنا أطمئن الآن كل الطاقة السلبية التي تراكمت نتيجة مخاوفي من أن لا أحصل على هذا الخير من أن أفقد هذه الوظيفة أو هذا العمل من أن يقل مالي من أن كل هذه الأمور إذن الله إذا أراد لي خيرا لا يرده أحد ولا فلان ولا فلان ولا فلان انظر هذه الآية كم أزاحت من طاقة سلبية وأعطتك طاقة إيجابية متفائلة وإن يريدك بخير فلا رد لفضلي يصيب به من يشاء من عباده طيب يا رب أعطني هذا الخير الذي قدرته لي واجعلني أنا من تصيب بهذا الخير من عبادك هنا يختم الآية بكمية هائلة من التفاؤل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم كل الأخطاء التي ارتكبتها سيغفرها الله ولكن قل يا رب اغفر لي وكل ما تعاني منه من إحباط الله سيرحمك ويبدلك فرحاً وسروراً بدلاً من اليأس والحزن والإحباط والاكتئاب الذي أنت فيه لاحظت معي أخي الحبيب تخيل آية واحدة ماذا فعلت طيب القرآن كله هكذا على فكرة القرآن كله سبحان الله تفاؤل كله طاقة إيجابية لا يعطيك ولا ذرة من الطاقة السلبية خذ هذه الآية على سبيل المثال والآيات كثيرة جداً آيات كثيرة جداً أخي الحبيب إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون هذه الآية في أواخر سورة المؤمنون لمن يقال هذا الكلام لأولئك الذين استهزئ بهم وظلموا وعانوا من من استهزاء الناس وأذاهم وعانوا من الضيق وصبر ابتغاء وجه الله الله يخاطبهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا بينما الطرف الآخر في نار جهنم الذي استكبر كثير من مشاكلنا اليوم سببها الإحساس بالظلم أن الإنسان لا يأخذ حقه طيب الله عز وجل يقول لك وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا هذا هو حال الظالم الذي أنت اليوم تخاف منه وتخشى منه وتخاف من ظلمه وتعاني من ظلمه انظر كم هو تعيس وبائس ويائس يوم القيامة بينما أنت الذي صبرت من أجل الله وحافظت على فعل الخير وعلى إيمانك يقال لك إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون كم تعطيك هذه الآية الكريمة طاقة إيجابية وتخلصك من الإحساس بالظلم الذي قد يعني يجعل الإنسان أحيانا ينتحر يصل للإكتئاب والانتحار ولياذ بالله فكل آيات القرآن أخي الحبيب لذلك أنا دائما أنصح أي إنسان يائس فقط شغل صوت القرآن وفكر في هذه الآيات ستجد أن حياتك تتغير ويكفي أن تغير نظرتك للأمور لأن لأننا كما قلنا الإنسان المتفائل حسب جامعة هارفرد البحث منشور على موقعهم الإنسان المتفائل يعيش معدل عمر أطول والأجل مكتوب وله أسباب طبعا يعني إذا أراد الله أن يطيل عمر إنسان يكتب له أسباب طول العمر إذن المتفائل يعيش عمر أطول ويتمتع بصحة أفضل وسعادة أكثر فقط أن يتفائل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تفاؤلا كان يعجبه الفأل الحسن يعني انظر معي أخي الحبيب وأنا دائما أستشهد بهذا الموقف الذي يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم يقف في الغار وقد اجتمع المشركون جميعا على قتله ويبحثون عنه في كل مكان وهم ربما على بعد أمتار منه والسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يخشى ويخاف ويحزن يصاب بنوع من الحزن يحزن على هذا النبي الكريم أنه جاء يدعوهم للخير فحاربوه وأخرجوه وأرادوا قتله وهو فقط أراد لهم الخير حالة الحزن التي كان يعاني منها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة انظر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا انظر كم هذه الآية تبث في داخلك الطاقة الإيجابية وتدمر الطاقة السلبية لا تحزن إن الله معنا لذلك كلما أحسست باليأس والحزن كرر هذه الآية تذكر ذلك الموقف الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام تذكر كيف كان متفائلا لا تحزن إن الله معنا فإذن هنا أخي الحبيب المنطق العلمي يقول لك إذا أردت أن تغير حياتك تتخلص من الطاقة السلبية وأنا أتحدث الآن علم نفس وتحيط نفسك بهالة من التفاؤل والطاقة الإيجابية عليك أن تغير نظرتك للأمور بدلا من أن تنظر نظرة تشاؤمية تنظر نظرة تفاؤلية تنظر للخير الموجود فيه إنسان كره زوجته مثلا انظر للخير الذي فيها ترتاح جدا انظر ماذا لو لم تكن هذه الزوجة موجودة ربما انزلقت باتجاه الفاحشة ربما لو كان هناك زوجة سيئة جدا ربما أضلتك وأغوتك إلى آخرين فتذكر أن هذه الزوجة فيها أشياء جميلة وتفاؤل بالخير قل لابد أن يكون هناك خير وعادني الله به لذلك هنا الآية الكريمة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن يقصد عندما يكره الزوج شيئا من زوجته سلوك معين كلمة معينة تصرف معين فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا انظر إلى إلى عظمة هذا الخطاب فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إذن القرآن هنا نقل نظرتك من الحاضر الآن والماضي سلوك زوجتك الماضي إلى المستقبل الذي فيه خير كثير فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فبدلا من أن تجلس وتتشاءم وتحزن وتصطنع المشاكل وتزداد كرها لزوجتك لا الله قال لي وهو أصدق القائلين أن هناك خير سيأتي إذن أنا أنتظر وأتفائل بهذا الخير لحظ أخي الحبيب فلذلك أنا سأكتفي اليوم بهذه الآيات وأتركك أنت لتكتشف الكم الهائل من التفاؤل في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مجمعون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وهكذا القرآن يمكن أن أقول عنه كتاب فرح تفاؤل طاقة إيجابية وأمل مليء بالأمل نسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا كلها تفاؤل وفرح برحمة الله عز وجل وأن يبلغنا لقاءه كما قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق